صرح المستشار أحمد منع الأمين العام لمجلس النواب أنه تقرر تقديم موعد عن عقادة الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم 18 يوليو 2024 الساعة 11 صباحا وذلك بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم 21 يوليو بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ذلك فيما عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعها وهي المشكلة بقرار من مجلس النواب الاجتماع الثامن للجنة وذلك بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والبترول وصرح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية أن تعاون وتنسيق الوزرات مع بعضها البعض بدأ ملحوظا خلال الاجتماع لافتا إلى أن ذلك سينعكسه على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرية وأشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف وجات بالاستثمارات الأجنبية بما يسمحه بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية فضلا عن توفير التاقة للاقتصاد الوطني وإعداد وإطلاق حوزة من جديدة من الفرص الاستثمارية شكرا começ 84 even أ م م